سلة الاهلي التاريخية بتوصل نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الخزمة الكويتي في منحمة تاريخية من الجماهير ومن الفريق واتسم احنا بكرة او النهاردة هنشوف الاهلي وربطة الانبية بتنهي اجذوبة ان الاهلي ليه ما بيروحش اسماعيلية ولكن بتعاقب الاهلي وتمرد امام عشور بيتطور وبيوصل للتلفز وللاشتباك بالايدي لكن اعلامنا لا اسمع لا ارى لا تتكلم حلقة دي من المشجع نتكلم فيها النهاردة عن المنحمة التاريخية اللي عملتها جماهير النادي الاهلي في الكويت اللي لازم نسخورها قبل اي شيء ولازم نرفع له منطبعة ونقول لجماهير الاهلي انتوا فعلا حمال انتوا فعلا في ظاهره بطولة العربية لما اقمت في الكويت تم الاعلان بالتذاكر ببلاش وبعد كده نظير الاتبال الجماهيري الشديد من الاهلي اللي حاولوا يقللوها شوية او يحدوا منها نزيجت ان الاهلي بيلاعب فرق كويديا لكن جمهير الاهلي كانت في المعاد دلوا التذكرة وعملوها بتلاتة دينار وبعين بخمسة دينار لغاية ما وصلت في مطشة بارح لتمانية دينار ومع ذلك راح بمهول الاهلي ومع ذلك في رجال اعمال مصرية ادرت انها توفر مية تذكرة وفي رجل اعمال اه الرئيس نادي الكويت الكويتي وفر اه او نادي الكويت وفر كمان مية تذكرة بنشكر كل الناس اللي ساعدت في الجماهير وبنشكر الجماهير وبنرفع القطاع الجميع من الجميع النادي الاهلي طبعا بنشكر ولازم نشكر والدين بالشكر لهدية العظيمة من نادي الزمالك للمدرب بوش اجوستي والمحترف والتر هدش اللي فعلا كانوا نقطة فارقة مع النادي الاهلي بالاخص المدير الفني اللي فعلا فارق جدا 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 مع الاهلي وطبعا اللي لازم نشكره ايهاب امين بانه بيقدم احلى وافضل مستوياته بنشكر الفريق ان شاء الله بازن الله ربنا يكرمهم مطشوهم النهائي هتكون الساعة ستة نفس توقيت معاد مطش الاهلي والاتحاد المنستيري ربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله بعد ما شكرناهم وشكرنا الجماهير المصرية او جماهير النادي الاهلي نرجع ونقرش في مطش الاتحاد المنستيري بكرة او النهاردة مطش ازاي مطش العودة كولر وكولر طبعا اختار تشكيلة هتكون هي هي نفس تشكيلة المطش اللي فات بخلاف ان هو خرج من قايمة ياسر ابراهيم ودخل مكانه كريم فقاد غير كده هتشوف نفس اللعيبة بنفس آآ الشكل اللي احنا شفناه طبعا كولر اثبت او بيقول لرسائل لعبته ان هو بيوعد اللعيبة ان هو يشيلي الفكرة السيئة للجماهير وقدها في المنظر اللي خرجنا به السنة اللي فاتت من انت خرجت من كل البطولات وان الجماهير زعلانة بيقوله ان هو في اول مطش دي بيوعده ان هو يكون آآ في ضهرهم وان هو هيكون ان شاء الله يجدد علاقته مع الجماهير وان هو هيحسن الصورة عبدالجماهير في المطش دي ولكن انتوا تساعدوني بالاداء وتنفيذ وي 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 وده ان ده اللي يدول ان الراجل داخل جوه المنظومة الراجل بيتحمل مسئولية المنظومة وده اللي هو موصله للعيبة وبيحاول يوصله للجماهير ان شاء الله ربنا يكرنا النهاردة والاهل يفوز فوز مريح ومرتاح يدى رسالها لكل في افريقيا بالذات ان انت بتلاعب فريق مهم وكبير زي الحديد من السيدي تاني الدوري التونسي وفي نفس الوقت يكون جروبة قوية جدا لبداية الدوري اللي ان شاء الله سوف تنطلق يوم التلات الدوري هيبدأ يوم التلات لكن يوم الاربع هكون مطش الاهلي والاسماعيلي وهيلعب الزمالك مع اسموحة طبعا الدوري الربط على نهاية هتقول جدول المباريات كاملة للدوري يوم الاتنين يوم سبعتاشر عشرة هيتم اعلان الجدول كامل هم قالوا دلوقتي عن اول اسبوعين قالوا ان الاسبوع الاول مواعيد وكل المضوشة الاهلي والزمالك هيكونوا يوم الاربع الزمالك مع اسموحة والاهلي مع الاسماعيلي الاهلي واسمعيلي برج العرب الساعة خمسة زمالك اسموحة يكون الساعة سبعة المطش اللي بعدين هيعكس الاهلي هيلعب سبعة والزمالك قبل هيلعب خمسة مراعطا لان كل مرة يبقى يعني مبيش فريق بيلعب قبل او التاني طبعا المطش اللي جاي للاهلي هيكون مع اسوان وهيكون في نفس اليوم اللي في ماتش الزمانك لان بعد كده الاتنين هيسافروا لماتش السوبر. بعد كده الاتنين هيسافروا لماتش السوبر. ده اللي هيحصل في الدولة وديه بيكون غروبة. وطبعا ربطة الاندية لازم نشكرها ولازم نلومها. اولا بنشكرها لان هي زي ما بيقولوا كده ضربت وثمقتل. ضربت وثمقتل. اجذوبت ان الاهلي ليه ما بيروحش اسماعيلية واللطنيات والغندريات والكلام الطويل العريض اللي كان بيطلع من اسماعيلية او من قناة آآ هزاز الرؤوس ان احنا ليه الزمالك آآ ليه الاهلي ما بيروحش آآ الاسماعيلية وازاي وشمعنا وعشان قطر ايه ربطة الاندية برئاسة احمد دياب بعتت خطاب رسمي للاسماعيل يحددوا الملعب اللي انت هتلعبه عليه وهدول الموافقة الامنية. حاول الاسماعيل طبعا ما عارش يجيب الموافقة الامنية في اسماعيلية حاول يجيبها في آآ سويس ان كان على ملعب السويس او نادي آآ سويس الجديد اللي اتعمل ولكن ما قدرش ان هو يوصل لده وما قدرش ان هو يجيب الموافقات الامنية وبنان عليه قرر آآ الرابطة لعب المطش بستاذ برج العرب. وبعد موافقات الامنية. ولكن العقاب كان فين? العقاب كان ان الاهلي هيلعب مطشه برضو على برج العرب بالرغم من ان الاهلي يقدر يجيب الموافقة الامنية باللعب القاهرة. وانا هنا دي عليها على انا شايف فيه فريق مش قادر يلعب استاذ معين مش قادر يجيب موافقاته ده شيء يخصه. انا كاهلي زن بايه? انا ليه اتعاقب فمطش ولعب في برج العرب. الاهلي اللي بيعاقب. الاهلي اللي بيعاقب. ولكن خلينا نقول ان الايجابة في الموضوع ان احنا كل اللي كنا بنقول فيه ان الموضوع امني بحث. وما حد شيء ده يغل ان هو امني بحث. لا الاهلي. ولا الربطة. ولا اتحاد القورة بازع ولا اي حد قرفل ان الاهلي يروح اسماعيلي. مش الاهلي. مش الاهلي اللي رافض. مش الاهلي اللي عايز. زي ما كان بيقول. اه طبعا زي ما احنا شفنا الاطميات والسواد بقى. وكل اه الناس اللي هي بتستطفر المايا العكرة واللي بيسخروا الجمهين وبيصيروا الفتنة. بانت الحقيقة وزي ما تقال ميزة الربطة لانا عملت الموضوع ده في العالم. علنت ان هي بلغت الاسماعيلي اكل الموافقة الابنية ما دمش في الدرة لما كان بيحصل. ويتصدر الاتحاد القرى في المشهد ان هو اللي عامل كده هو والاهلي بانت الحقيقة. اتمنى ان الناس اللي قلنا ده من سنة ومن سنتين لما طلعنا في حلقات كتير شرحنا ليه الاهل راشي اسماعيلية. اللي دخل شتم واللي دخل هان ولكن دول تسيبك منهم. لكن فيه اللي دخل اتقد وقال مش دي الحقيقة. تمنى يطلعوا دلوقتي يعتزروا. لو عندهم من الشجاعة. يعتزروا لينا وليه. والكل اللي كان بيوضح بمنتهى الموضوعية. الحقيقة اللي للاسف كانوا لاغيين مخوهم واشيين وراء امثال بندقيات وفاسدقيات من باب ان هو اعجبهم النجمة دي. وكانوا لاغيين مخوهم وعقلهم. اتمنى انهم يعتزروا يعني. ولا اقول لك مش فرقة كتير. خليني بقى بعد كده نتكلم في قصة مهمة جدا وهي قصة اعلامنا الجميل. اعلامنا الجميل. اعلامنا المحايد. تعالا نقول كده. كابتن شبير. كابتن متحة شلبي. كابتن ابراهيم عبدالجواد. كابتن هاني حكتود. كابتن ابراهيم فايل. اسلام صادق. مهم عبدالهادي. كابتن كريم حسن شحات. انتو فين من ازمة تمرض امام عشور? ازمة امام عشور والتمرض لانه رافض يلعب. رافض يلعب. فبيلعب ملعبش اخر مطشين. المطش التاني ده اسمه نزب في القيمة يعني مش مصاب. ومع ذلك مش موجود. وكل الاخبار بتؤكد ان تم التطول من امام عشور على فريرة. تم التطول من امام عشور على فريرة. وحصل تلفز. وان امير طلب من المترجم ما يترجمش لفريرة الكلام اللي بيتقال. والشتيمة والاهانة اللي تم تواجهها الى فريرة. فريرة كده كده مش هتفرق كتير لان هما بيخبوا عن مشتمته زي ما حصل بالشارقي لما شتف بالله شكبال ده مدر بيب. اتيت. وعادي وعدت. زي ما عدت وكان مانع سيف الجزيرة اللي كان متمرد وبرده كان قال مش هيشارك معي ومع ذلك اتحايله عنيه وسيف الجزيرة يشارك. ففريرة هيعرفه ويتحكوا عليه دلوقتي ولكن فريرة كان رافض لعب المطش الاول. وامام عشور لو ما راح يتخني معي اتخاني معي هو انت بتضغط علي عشان انا بطلب اسمه في المطش التاني شالو والموضوع تتطور زي ما بقول لك للترافز. فيه كلام بيقول ان الموضوع كمان تطور الاخناقة مع امير. في اخناقة بتحصل مع امير جوا النادي. في اخناقة بتحصل مع امير جوا النادي. ما بين امام عشور وبين امير لان امام عشور مش مقتنع وشايف ان عقده لازم يزيد ويا دا سوا بلعيبة نص الملعب المجدد دلوقتي لان هو يعتبر من اللعيبة الفئة الاولى. وان ان انت كنت وعيد ميبداه ما ينفعش تقول لي بعد كده مفيش. السؤال المهم فين اعلامنا من هذا الحدث الرياضي المهم. هيقلي لو كهرباء كان عنده ربع الخبر دا كان زمان الدنيا ايما وما اقعدتش. انتو فين من الخبر? انتو فين من تفاصيله? او دا مش خبر رياضي يخص الرياضة ويخص نادي الزمانك احدى الانداء المصرية اللي انتو بتناقشوا اكبرها يوميا ولا احنا الاخبار بقت مقفولة على الاهلي وبس. دا السؤال. دا السؤال المهم اللي محتاج كنا تجاوبون عليه. لكن للاسف في اعلامين بتلعب كمان دا في اعلامين يعني قرروا انه هما يوجبوا وينفوا ان امام عشور متمرد. ولكن الاحداث عملا تقبر تقبر واللي انتو بتخبوه النهاردة بكرة مش هيقدر وبعده مش هيقدر. وزي ما عملته قبل كده في قصة ابن شرقي وزي ما عملته قبل كده في قصة ابو جبل وزي ما عملته في قصة طارق حامد. وللحمد لله ربنا اكد صحة كلامنا. اللي بنقوله لما بنطع نقول معجوبة بتبقى هي دي الحقيقة. وطارق قال لكم باي باي. وبين شرقي قال باي باي. وابو جبل كم ماضي وقال باي باي. وبالرغم من النفه ان دا ما حصلش اللي تلعب القاتل حصل. اعتقد ان الموضوع ادام عشور عمال يتفاقم ويقبر لغي ما هيزعر على السطح وهتفضلوا. للأسف شكلكو وحش جدا قدام الجماهير اللي بتسمعكوا وبتستنى منها. استنى منكم الاخبار. عيد قوي لما الجماهير تشوف. وبعدين ترجع تقولوا الفتنة وستوشف لا اللي بيعمل فتنة حضراتكم اللي بيعمل فتنة لما الجماهير تشوف انه بتتكلموا عالاخبار النادي الاهلي وبس ما بتجيبوش سيرة اخبار نادي الزمالك. الاهلي اللي لو حصل فيه ان الكهربا دخل كده ما قلش صباح الخير بيبقى فيه خبر ومنشتات ازاي كهربا يقش النادر الاهلي من غير ما يقول يا سيد عبد الحفيز صباح الخير. لكن مع الزمالك لا اسمع لا ارى لا تكلم. وهسأل السؤال اللي سألته مبارك في حالة مبارك بعد ما وضحت اكتر من تمن اضايا او تسع اضايا. في الاعلام الرياضي ما بيتكلمش فيها وهي تخص الزمالك. النهاردة هسأل نفس السؤال تاني متى متى سوف يقدر الاعلام الرياضي عن مناشة الاخبار الرياضية التي تخص الزمالك. شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة وشكرا لوقتكم السمين الذي لا يقدر بسماء. سلام.